هي أول زيارة يقوم بها وزير في حكومة جو بايدن إلى ألمانيا لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي في برلين في زيارة لنظيرته الألمانية وعلى جدول الزيارة مجموعة ملفات أهمها تعزيز التعاون العسكري بين البلدين فبعد أن كان التنصيق العسكري يوصف بالمحدود للغاية بين البلدين في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب الإدارة الأمريكية الحالية تهدف إلى خلق تعاون وثيق في المجال العسكري بين برلين وواشنطن أنا اليوم جد سعيد لإطلاعكم على نية الولايات المتحدة زيادة عدد قوتها في ألمانيا وذلك بعد التشاور مع الحلفاء اليوم أطلعت وزيرة الدفاع الألمانية أعلانيتنا تهزيز قواتنا بما يقارب الخمسمائة الجندي الإدارة الأمريكية السابقة كانت قد وضعت خططا لصحب بعض القوات الأمريكية المتمركزة في ألمانيا كإجراء عقابيا بما رأته إدارة ترامب انخفاضا في الإنفاق العسكري للشريك الأوروبي الأقوى اقتصاديا إلا أن هذه الخطط تم تعليقها بعد وصول بايدن إلى البيت الأبيض فاتحا بذلك فصلا جديدا في تاريخ العلاقات العسكرية بين البلدين غير أن تجميد خطط ترامب لن يغير من موقف أمريكا بشأن الإنفاق الدفاعي فهي ما تزال تحث كل دول الناتو بتخصيص 2% من ناتجها المحلي الإجمالي للدفاع على جدول الزيارة وزير الدفاع الأمريكي أيضا الوضع في منطقة المحيط الهادي ومستقبل مهمة الناتو في أفغانستان إلى جانب الأزمة العسكرية على الحدود الأوكرانية الروسية ترجمة نانسي قنقر